تحية حب و تقدير للجامعة الزمان الولد و اطلق ما بقاش الزمان القلة التربية ما بقاش الزمان اليراجي يولد و تجعل الزنقه تربي ما بقاش اليوم هناك قانون جديد قانون إذا كانوا أولادك داصرين يعقبك قانون يعقب الوالدين بسبب انتصارت الدراري مثلا الدراري لا يدخلوا يقرأوا الدراري يكميوا الحشيش أو يكميوا حتى القارة الدراري يرى محتويات سيئة مثلا أفلام بورنغرافية أو أشياء التي تسيئ الأخلاقهم الدراري يلعب ألعاب إلكترونية أكثر من القياس القانون جاء لكي ينطم هذا الشيء إما تربي أولادك أو لا تخلص غرامة أو تمشي للحبس أو تعمل تكوين كيفاش تربي أولادك هذا القانون بدأ نهار واحد واحد الفين واثنين وعشرين ما شيف المغرب في الصين الصين سنات واحد القانون صارم العصر الذي أولد أولادك و تجعلهم لا يكون أربي أولادك أولاد تعاقب ما أربيتهم أربيك القانون أربيك القانون مثلا إلى أولادك لعبوه الألعاب الإلكترونية أكثر من ثلاثة ساعات في آخر الأسبوع ثلاثة لاربع الخميس القرايا الجمعة القرايا والسبت يمكن أن يكون القرايا ولكن يمكن لهم يلعبوا ثلاثة ساعة ما بين الجمعة والسبت والحد ولافتوها وولادك خرجت لهم أو شي واحد من الجيران علم بك تمشي للحبس تخلص غرامة تابعت كوين في كيف تربي أولادك الصين كتقول أنها عملت هذا القانون لأنها تربي أجيال مسؤولة أريد أن توجد الناس الذين سيسيروا البلاد في المستقبل أريد أن النساء والرجال في المستقبل يكونوا مربين ومخلقين وفق المبادئ الصين كنت أتمنى أنه بحالة القانوني والتي لدينا لكي نسالي ومع ذلك الظاهرة لولد وأعطيه الزنقة ربي أتمنى أن يصدعك أعطيهم تليفون أو طابلات لكي تهنى منهم ولكن أنت في الصين تمشي للحبس لازم أننا في انتظار هذا القانون أربي أولادنا ونعرف أنه لكي نولده يجب أن نهيئه نفسنا ماديا ومعناويا ونكونوا عارفين ما هي المسؤولية لولاده لكي نولده لكي نفعله السبوع لكي نولده لكي نسمى ونزوجنا وولدنا إلى ربينا وولادنا سوف نساهمهم في البناء من الدولة لنا المجتمع لنا من الروقي للوطن لنا حظلوا رأسكم المترجم للقناة